عايز تكلم علي الشنةوي ؟ اه بتكلم مع رامي لاوه بتكلم مع رامي ربيعة بتكلم عشنةوي مع شكرا رامي ربيعة يعني ف بداية الموسم يعني انا بشكولك بس ان انت تتكلم مع رامي ربيعة دايما تقريبا اه الفترة الى فترة ايجرى يستحق يستحق جدا يهي دايما بحسن هو بياخدش حقه الكافي يعني لا وبقى ترند عند الجماهير طول الوقت هاجم 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 طول الوقت ولم رجل يعمل كان لي مش شايف ودي حاجة غريبة جدا جدا وبالمناسبة أتكلم على جماهير الأهلي أنا مش بكلم على جماهير طبيعي أمور المنافس مش هيشجع لعبتك إنما أنت الطبيعي اللعيب لما يأدي وهو نجمل فريق عندك خاصة في خط الدفاع في فترة اللي فاتت كلها بالمناسبة أتكلم على توتل السيزن وبدايات الموسم الحالي سواء مع منتخب مصر أو على صعيد النادي الأهلي نهاردة بتتكلم على صعيد الأداء وعشان الوقت نعرض اللقطات مش بس إنه سجل ومش بس إنه كمل وبالمناسبة عنده رقم غريب جدا آخر ستة مباراة الرجل عمل خمس تجوان سواء على صعيد الصناعة أو ده يدي أرقام مهاجم يعني ده بالنسبة بتكلم على الدور الهجوم اللي الناس تتكلم عليه سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي كمل كمل ماشي الماشي الفريمز بنجيب الدور اللي عمله وبعدين نقول لك شوية أرقام مهيزة جدا من المباراة ليه رم ربيعة بص هنا الرجل داخل الاسكان بص أولا زابط الخط نقطة اللي اللي أمناع عليها يوم مباراة الزمالك لو تفتكر يا كريم زابط الخط تماما مع الاتنين سواء مع محمد هاني أو مع ياسر جنبه كمل كمل فريمز اللي بعده على طول بعدين رجل عينه على الكورة شايف المدافع خط خطوة يمين خط خطوة يمين عشان يقفل على المهاجم دي نقطة الأولانية النقطة التانية هو عينه على الكورة مش عينه بس على الرجل اللي وراه سيب الكورة فهنا هو عامل سكان للرجل المنافس اللي جاي في ظهره يبقى قافل عليه في كل الأحوال حتى لو قطع قدامه النقطة التانية إن قدروا نوصل في التايمينج المزبوط يبقى عامل سكان الجمزبوط الكورة اللي بعدها على طول دي واحدة من الكورات اللي بتالي الأهلي يتعرض فيها البعض الهجمات خاصة فيه الشوت التاني كمل فريم كمان 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 فريم كمل الهجمة طويلة شوية كمل مشيها على سرعتها بص هنا التغطية كورة طولية في ظهر دفاع النادي الأهلي في المساحة الورى محمد هاني برضو اللي عمل الكورة رغم أنه كان بلعب فين رمي ربيعة بلعب قلب تارحة الشمال رايح عمل الكورة فين ناحية اليمين الشوت الأول واحدة مثيلة بنفس الطريقة عمل الكورة برضو ورى محمد هاني ناحية اليمين حاس أنك عايز عايز تعمل حاجة بس مش عارف فالدي ديتين بس بس طيب أخر حاجة أقولها بس كل كلام حيل وانت لا أخر حاجة أقولها على رامي ويعرض الصورة يا عبال ما أكمل للعشر سوالين اللي أتكلم فيهم على رامي رامي نهاردة عامل مجموعة من الأرقام هو الأفضل هو الأفضل في الاستخلاص تسع كرات مستخلاصة الأفضل في قطع الكرات تسع كرات منهم خمسة بإعادة الاستحواز ومش بس بيقطع الكرة أو بيوقف الهجمة لا ده قطع الكرة تسع مرات منهم خمسة بإعادة الاستحواز بالإضافة للهدف فسوك برامي ربيعة وده أقل من حق اللي استحقوا على الأداء وعلى الاستمرار اللي عملها على مدار المتحدة عظم